مساء الفل، ثلاث ستات صحاب وعملين فرقة مزيكة في التمانينات وبعد تلاتين سنة، القدر بيجمعهم تاني اخبط اللايك الجامد بتاعك ويلا نبدأ بدايتنا مع المخرج هيسم وهو قاعد مع خاله اللي شغال منتير وبنعرف انه هيخرج اول فيلم في حياته في الفيلم ده البطل والبطلة بيتكلموا عن اغنية متسجلة في التمانينات وده معناه ان الاغنية لازم هتظهر في الفيلم طب وإيه المشكلة؟ المشكلة يا سيدي ان جودة الكلاب بتاع الاغنية وحشة جدا وبكده محتاجينه تسجل من اول وجديد عايز اقول لك خاله ما كانش طايق نفسه وعايز يخلص من الفيلم ده بفرغ الصبر فهيسم قال له يا خاله قدر ظروفي انا مش لاقي حد رخيص غيرك قصدي منتير رخيص يعني؟ وهنا ترى صاحبته بتوصل وبتقول له انا عرفت خبرين او حش من بعض الاول ان الاغنية اللي انت اخترتها ما تسجلتش وبالتالي الحقوق مع الفريق وبناء عليه لازم نغير الاغنية فالتاني قال لها نعم اغير مين؟ ده الفيلم موجود فيه مش اقل من خمس مشاهد بيتكلموا على الاغنية طب والخبر الاوحش قالت لك يا سيدي انا لما عرفت ان الحقوق مع الفريق جبت ارقامهم وعنوانهم وبنعرف ان الفريق مكون من ثلاث ستات هند وإيمي ورانيا كمان بنعرف انهم ما بيتقوش يسمعوا صيرة بعض ليه؟ لان بينهم مشاكل كبيرة واخناقات على رجالة وكده والفيلم تقريبا باز على الجانب التاني بنتعرف على هند اللي بتكون قاعدة مع متحة اللي هو الكلب بتاعها وبتقول اي كلام ما هيسكرانة بقى وهنا بنشوف رانيا وهي قاعدة بتعمل الاكل ومتحة جزها اللي عمال بيلعب مع احفاده وخلينا اقولك ان متحة ده هيطلع حكاية لوحده وهنا بنشوف ايمي اللي بتصوت عند دكتور التجميل علشان مش هتطلها بنجي كفاية والست شكلها مهوسة بالتجميل وعايزة تفضل صغيرة طول عمرها بس الدكتور جاب اخر منها وقال لها والله هشوهك بعدها خرجت من عند الدكتور وكانت بتكلم ابوها فيديو كول وبتقول له انا طلبت السمك ونودي هتجيب لك الحلو مين نودي دي بقى يا معلم؟ نودي تبقى هند بنتها اللي بنشوفها في الحمام بتعمل تست حمل ولما بيطلع ايجابي بتتخضه وبتقول له جزء انها حامل الله طب ما البيت متجوزة يبقى اي المشكلة؟ المشكلة يا معلم ان مامتها ست مسيطرة ومحرجة عليهم مفيش خلفة دلوقتي خالص طب وانت مالك يا طانت؟ وانت مالك يا طانت دي بقى هنعرفها بعدين المهم يا معلم البيت قالت له هنعمل ايه في المصيبة دي؟ فرده وقالها هنشكر ربنا طبعا وهنا بتيجي ايمي اللي بتقول لهم الفطار جاهز ويلا تحركوا ساعتها بيجي لها تليفون من المساعد بتاعها وبنعرف انه رتبلها حلقة مع برنامج صاحبة السعادة بس المشكلة انه لازم رانيا وهند هم كمان يطلعوا معاها وهي طبعا راسها وقال في سيف انها مش هتتجمع معاهم في مكان واحد بعدين بنشوف نودي في الكوفير مع هند اللي بتقول لها يا بنتي طب يسبوغي شارك ولا عملي اي حاجة؟ قالت لها لا مش عايزة وبنفهم من كلامهم ان هند بتزبط نفسها علشان عندها ديت ولما بتقول لنودي خد سجارة البيت بتقول لها لا مش عايزة فالتانية استغرابت مهمش عادتها يعني مش عايزة تدخن ولا تعمل حاجة اللي هو هو انت حامل ومش عايزة اقول لك فرحت بيها قد ايه كأنها بنتها اللي ما ولدتهاش الست فضلت تحضنها والفرحة ما كانتش سيعاها ومن هنا بنفهم ان هند ونودي صحاب جدا ولو بصينا على رانيا ومتحة هنلايهم بيحضروا مسابقة الجنباز بتاعة ايسل اللي فازت بالمركز الاول بس يا فرحة ما تمت لان البيت فجأة ضربت صاحبتها على دماغها ولما رانيا سألتها عملت كده ليه قالت انها اصلا ما بتحبش الجنباز فعملت كده علشان يخرجوها من المسابقة وبكده تقدر تلعب البليل ما اللي بتحبه فرانيا قالت لها في حاجات بنحبها وما بنكملهاش وفي حاجات مش بنحبها وبنكمل فيها والدليل على كده اني وقت ما تجوزت سبت فريق المزيكة اللي كنت بغني فينا وصحابي وكملني يعني الست رحت عليها فالبيت قالت لها بصراحة ما يبانش عليكي طيب نروح لمتحة اللي كان بيهد الخناءة بنجوز بنته وقابوا البنت اللي قيسل ضربتها وان جيت للحق الراجل عنده حق ما هي برضو البت تشالفطت بس متحة عرف يحتوي الموقف وعد على خير اوكي نشوف هند اللي بتكون في ديته وبتقول الراجل بص يا سيدي انا عندي شوية قواعد احنا ممكن نسمع اغاني عادي لكن ما نتكلمش عنها ولا نتكلم عن التاريخ ولا الكورة ليه لاني ما بفهمش فيها وكمان اكيد مش هنتكلم في السياسة وكمان مش هنتكلم عنك نعم اقصد يعني الكلام يبقى مفتعل وكده نرجع لطارة اللي لقيت حل لحوة الاغنية بتاعت الفرقة طب ايه هو قالت لك احنا نجمع فرقة الحربيق في اسوان ويغنوا مع بعض تاني في نفس القاعة فهيسم قال انه هيبيع عربيته علشان يعرف يسد على المصاريف بدعتهم ما هيكل حاجة بقى هتبقى عليه وهنا بنشوف طارة بتكلم واحدة فيهم علشان تقنعهم يجوا هم التلاتة حفلة في اسوان ويغنوا مع بعض في البداية ما كانوش موافقين نهائي لكن ترى حرفيا انطلع عينيها علشان تقنعهم وفي الاخر وافقوا السؤال هنا بعد العدوة دي كلها هيقابلوا بعض ازاي هنعرف بعد شوية بالليل بنشوف رانيا وهي ماشية وسعبالهم ورقة بتقول فيها انها هتطفش ومحدش يدور عليها ساعتها بتشوف ايسل وبتقول لها ان عندها حفلة في اسوان وقالت لها ما تقوليش لحد امي بقى كانت بتودع نودي وبتوصيها تسأل على جدها كل ساعة اما هندي فودعت الكلب بتاعها وثبت ومشيت وهنا اقدر اقول لك جات اللحظة الحاسمة اللحظة اللي هيتقابل فيها الصحاب الحربيق بعد اكتر من 30 سنة وصلوا واحدة وراءة تانية وراءة تالتة وفضلوا شغالين نظرات لبعض كده هيسا ما كانش لاي حاجة يعملها غير انه يطبل لكل واحدة فيهم علشان قلبهم يحنوا والدنيا تمشي اللي حصل بقى انهم لما طلعوا الطيارة رانيا كانت عايزة تقعد جنب الشباك لان ده ما كانها هي وامي هي اللي قعدت فيه طب نبطل شغل عياله ونقعد لادوا المسكوا في اخناق بعضه وكانت ليلة والطيارة حرفيا تبهدلت بسببهم وسط البهدلة دي هندي بتتفاجئ بالراجل اللي كان معها في الديت ومش بس كده ده كمان بيطلع هو الطيار طيب تفتكر بقى التلت ستات هيخرجوا من الطيارة على فين على الاسم طبعا عايزة اقول لك فضلوا يقولوا كلام ملوش علاقة بالموضوع والزابط كان هيطق منهم اما هندي ما دخلتش في الخناقة بس كانت لابسة اسويرة فيها مشروب لكن ايه هو الله اعلم وعشان السوايل ممنوع الطيارة اتقابض عليها هي كمان في الوقت ده بنشوف هيسم وطره ركبين حنطور وبيتكلموا عن الميزانية اللي احتمال ما تستحملش الفرقة دي ومشاكلها وبنعرف ان رانيا شنطتها ضاعت واتشحنت بالغلط لكوريا يعني الست ما عندهاش يدوم تلبسها فطره خدتها على محل واشترت لها شوية فستين ولو رحنا المتحد هنلاقي ايمي تدايق جدا بسبب اللي رانيا عملته وغير كده هو اصلا قلقان عليها فالبيتة ايسل فتنت على جدتها وقالت له انها راح يتغني مع صحابها في اسوان وقتها ايمي كانت بتكلم ابوها اللي بيقول لها قعد الواحدك لي يا بنتي فين صحابك وفين هند قالت له هند قوضتها قبل ب3 قوض فالراجل كان شايف انها تروح تعود معها ما هو مش معقول هتقضل عمره كله زعلانين اتسامحي معها يا بنتي وفعلا البنت حنت وهتروح لصحابتها ساعتها بقى هند كانت بتتكلم فيديو كول مع نودي اللي هي بنت ايمي وايمي جادت وهند فتحت لها ودخلت وساعتها هند سمعت صوت نودي فتوترت جدا وقفلت الموبايل بسرعة ولما ايمي سألتها انت بيتكلمي مين التانية غيرت الموضوع بعدين قعدوا اتكلموا مع بعض وفي القعدة دي بنعرف ثلاث معلومات المعلومة الاولى ان ايمي مش عايزة تخلف بنتها علشان خايفة جزها يسيبها زي ما بوها عمل بمعنى تاني الولية عندها عقدة بسبب جزها وبتطلعها عليهم وطبعا هند ما كانتش موفقها خالص المعلومة التانية ان هند زمان كانت متجوزة متحة اللي هو دلوقتي جز رانيا الكلام ده معناه ان رانيا خطفت جز هند اما المعلومة التالتة بقى يا معلم بنعرفها لما الاثنين بيفتكروا ذكرياتهم سوا وبنعرف ان ايمي سمت بنتها هند على اسم صاحبتها وان هند فضلت قريبة من البنت ثلاث سنين وتعليت بها جدا وفي الاخر ايمي حرامتها منها والاثنين حنوا لذكرياتهم وقعدوا يعياتهم وحضنوا بعض تاني يوم تارا وهيسم بيقعدهم في مركب لوحدهم علشان يعرفوا يبدعوا براحتهم وهنا الثلاثة قعدوا وقبل ما يبدأوا هنا اتخنقوا في وسط الخناء رانيا طلعت السجارة المتينة وضربوها مع بعض وقبل ما المركب تولع باللي فيها هنشوفهم في الاسم التاني مرة الزابط بقى يا معلم من غير ما يسمع ولا كلمة رمهم في الحجز مش محتاجة اقولك انهم كانوا خايفين ومستغربين من اللي شايفينه بس ما باليد حيلة وقتها جات واحدة ست شكلها مقطع البطاقة وقالت لهم ان عايزة تسلة وانتوا لازم تسلوني فقالوا لها اوكي نسليكي قعدوا يتكلموا ويتسيروا لحد ما رانيا قالت ان جوزها كان متجوز هندي زمان واتضح ان رانيا كانت بتغير منها وقالت انها كانت فاكرة لما تاخد متحة هتكون مبسوطة وهتحس انها قدرت تحقق حاجة من اللي هندي عملتها لكن الحقيقة انها طول التلاتين سنة ما كانتش مبسوطة هندي بقى كانت شايفة ان مفيش داعي للكلام ده وان الموضوع بالنسبة لها منتهي الكلام ده خلى رانيا تقول انها سابت له البيت وتفشت فهندت فجأت رانيا بقى قالت لا حقك علي وحضنوا بعض والصحابة التلاتة راجعوا سامنا على عسل ومش بس كده دول غنوا اغنية من اغنيهم ورقصوا السجن كله وفي الاخر الزابت خرجهم وقال لهم ما شوفشوا الشوكو تاني فاهمين خرجوا من هنا وخربوها من هنا فوسح ورأس وضحك وكأنهم كانوا شايفين بعض مبارح وطبعا هيسم وطرى فرحنين باللي بيحصل المفاجأة بقى انهم طالعين من المركب اللي كانوا فيه لقوا متحت قدامهم امي كانت بتبصله بقرف كده هو وهند خدت بعضها ودخلت المركب تاني اما رانيا فكانت مصدومة وجوزها فضل يعتبها وقال لها ان الولاد لما عرفوا كانوا عايزين يجوا اسوان وبعدين ايه اللي انت عامله في نفسك ده كويس ان محدش جي معايا وشافت كده هي بقى سامعة كل ده وسكتة شوية وبنشوف طرى وقد امي على الحمام علشان تقولها حاجة مهمة جدا طب وملقتيش غير الحمام قالت لها ما هو ده اهدى مكان دلوقتي طيب ندخل في المهم طرى بدأت الكلام وقالت ان الحفلة كمان كم ساعة فالتانية كانت شايفة ان ما فيش حفلة هتتم بعد ما هند شافت متحد وطرى شايفة ان محدش هيحل المشكلة دي غير امي وتقصد بالكلام ده ايه تقصد ان امي تغني لوحدها في الحفلة لان هي اصلا اساس الفرقة دي دي كمان عملت حفلات لوحدها زمان بعد ما الفرقة فشكلت وشكلها كده اقتنعت اوكي نبص على هند وبنشوفها قاعدة مع نفس الراجل اللي بيقولها احنا قاعدين في جو كله طبيعة يعني مفيش مكان احسن من كده ممكن تتكلمي فيه فالستة تكلمت وقالت انها توجعت كتير قوي وقالت كمان انها كانت فاكرة لما تسيب صحاب عمرها الحقيقة هتمش عادي لكن بعد تلاتين سنة اكتشفت انها مش عادي ولما قالها انت كان ممكن تحلي مشاكلك مع صحابك بدل ما تسيبيهم ردت وقالت انها كانت شايفة ان الوقت فتعة الكلام ده فالتاني صدمها وهو بيقول هو اصلا فاضل وقت قد ايه ايوة والله احنا في الامطار الاخيرة بمعنى تاني العمر بيخلص فبصت له كده وقامت بسرعة وقالت له تحب تسمع ايه من اغاني الفرقة فطلب يسمعهم كلهم وبنشوفهم راجعين في مركب وهم في كمة السعادة طيب نكمل مع ايمي اللي جهزت وكانت في طريقها للحفلة علشان تغني لوحدها وهنا بنشوف متحد في المية وامراته قاعدة حزينة علشان عايزة تروح الحفلة وتغني بس هو بقى شايف ان ده كلام فاضي وهي شايفة انه دايما بيحبطها وكاتم على نفسها بص بقى ياسي متحد انا اروح الحفلة دي وبعدها هروح معاك البيت وخلصنا قال لها لا يا ماما لو رحت الحفلة دي مش هترجاعي لان الشهرة هترجع تغدق تاني طب هسألك سؤال انا عرفت ان انت اللي كنت بتخنصر من حساب الفرقة هل ده حقيقي؟ قال لها انا عمري ما خدت غير حقي وبعدين انا اللي شلت الفرقة دي على كتافي وانا اللي كنت بتفقلكو على شغله وبجيبلكو فلوسكو وبعملكو الدعاية انا حرفيا اللي كنت بعمل كل حاجة وانتو كل اللي عليكو تطلعوا تغنوا على المسرح وتنزلوا تنفسينو على بعض انتو مش صحابي رانيا لو كنتو صحاب كنتو كملتو فرانيا قامت ونطط في المية وفضل التعوم كأنها تحررت من سجن وبالنسبة الايمي بنشوفها بتعمل انترفيو قبل ما تدخل تغني واول سؤال كان عرفينا بنفسك عرفينا بنفسك؟ هو انت جاي ومش عارف انا مين؟ فالواد ارتبك جدا وبدل ما يكحلها عماها وقال لها ده حضرتك الاستاذة الجميلة احد اعضاء فرقة الصحاب ده امي بتسمع حضرتك من وهي فستة ابتدائي قالت له نعم يا اخويا انا مش اعمل الانترفيو ده ورمت المايك في وشه وهي خرجت فاجئت بهند بنتها فحضنتها وما كانتش عايزة تغني ولما سألت بنتها جوزك فين قالت لها تخانق معي ومجاش فالتانية استغربت وقالت لها يعني انت جيت لوحدك حطت ايديها على بطنها وقالت لا ما جيتش لوحدي وطبعا امي فهمت ان بنتها حامل ففرحت جدا وعيطت من الفرحة خلينا اقولك بقى يا معلم ان هند فضلت حزينة جدا لانها مش هتغني من غير هند ورانيا وفجأة رانيا جدت وسألتها انت ما كنتش هتغني من غيرنا صح امي قالت لها لا طبعا اصل بعد التلاتين سنة اللي عده وكون كمان متعلمتش لا يبقى أنا عبيطة فعيطه حضنوا بعض وهنا بيتفاجئوا بهند اللي دخل عليهم وبتقول لهم احنا لازم ننزل نغني دلوقتي حالا انا ما عنديش مشكلة نقطع بعض او نفضل صحابة على طول المهم اننا ننزل نغني دلوقتي ونزلوافوا على المسرح واتفقوا يغنوا اغنية مقسوم والجمهور كان مبسوط بهم جدا المصيبة ان متحت جاء علشان ياخد رانيا وهي ما كانتش عايزة تروح معها ابدا فايمي وهند وقفوا له ودفعوا عنها ورانيا قالت له انا مش هارجع معاك يا متحت وفي المشهد الاخير كلهم كانوا زعلانين لان الحفلة بازت بسبب متحت ومنظرهم قدام الجمهور كان وحش وكان نفسهم جدا يغنوا فهيسم قال لهم طب ما تغنوا حد ما سكوا ايمي ما استنيتش ولابت على الجتار واول ما سموا صوت الجمهور بيشجعهم اتفاجئوا على الاخر ودخلوا يغنوا اغنيتهم المشهورة مقسوم وبنشوف هند بنت ايمي خلفت وجوزها معاها وعايشين في سعادة اما هند فاتجوزت ومبسوطة جدا مع جوزها رانيا بقى حققت حلم حفيدتها وخلتها تلعب البليل مائي اللي كان نفسها فيه واخيرا نقدر نقول ان اول فيلم من اخراج هيسم خرج للنور وخلص الفيلم وكده يبقى نهينا وانتهينا او اتنسى اللايك والشير والسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عايش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة